اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا أصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لك الحمد على نعمك السابغة الجسام ولك الشكر على مننك الوافرة العظام اللهم إنا نحمدك وما نقضي بالحمد حقا ونشكرك ولم تزل الشكر مستحقا اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى اللهم وفِّقنا اللهم وفِّقنا اللهم بارِك لنا في فواتحه وخواتمه وبواكره وأواخره يا أرحم الراحمين اللهم اجعل شهر رمضان مباركا علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وبلادنا وولاة أمورنا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إن لنا آباءً وأمهاتٍ وقراباتٍ طمعوا في بلوغه وما بلغوه وأملوا إدراكه وما أدركوه اللهم اجعل قبورهم روضةً من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارِك لنا فيما أعطيتنا ولا تُزِق قنوبنا بعد إذ هديتنا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تُشمِت من الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن جار السوء في دار المقامة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون والداء وهجوم البلاء في النفس والمال والأهل والولد والبلد يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام يا رب العالمين اللهم يا عالم الخفيات اللهم يا عالم الخفيات يا رافع البنيات يا كاشف الهموم يا فارج الهموم يا حي يا قيوم يا ربنا يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا رب العالمين اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا رب العالمين اللهم إن عز الدواء وعجز الأطباء فأنت من ينزل الداء ويأذن بالشفاء إذا شاء اللهم اشف كل مصاب ومحجور اللهم اشف كل مصاب ومحجور وعظم لهم المثوبة والأجور اللهم أنزل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة والرضاء والرضاء بالقضاء يا رب العالمين اللهم لك مقاليد السماوات والأرض سبحانك اللهم اللهم لك خزائن السماوات والأرض سبحانك اللهم اللهم بيدك مغاليق الشر والخير ومفاتيحهما سبحانك اللهم اللهم يا من بيده مقاليد الأمور وإليه ترجع الأمور اللهم ضاقت على عبادك الصدور والدور وأنت يا حي يا قيوم الغفور اللهم يا حي يا قيوم اللهم افتح لنا مساجد أغلقت اللهم افتح لنا مساجد أغلقت وأبوابا أوصدت اللهم لا تحرمنا ما خولتنا من النعم اللهم لا تسلب ولا تسلب ما أوليتنا من جليل الكرم ولا تنزل علينا البلاء والغضب والفتن والنقم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم استجب برحمتك الدعوات اللهم استجب برحمتك الدعوات وارفع عنا وعن بلادنا الأوبئة والآفات يا مجيب الدعوات يا عظيم الرحمات يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين اللهم اشه مرضانا وارحم موتانا اللهم وانصرنا على من عدانا يا رب العالمين اللهم فرج عنا وعن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثنان عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين